فيه تهدو وعلى وجه شضايا ندم فيه انتهيت أحبتي في الله حياة أمة قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وخيرية الأمة أيها الأفاضل ليس الذاتية ولا عرقية ولا عصبية ولكنها خيرية مستمدة من هذه الرسالة العظيمة ومن هذا الدين الكريم شهد لها بهذه الخيرية ربها جل وعلا ونبيها صلى الله عليه وسلم فكل أمة تشهد لذاتها ولنفسها بالخيرية بالكذب والباطل قال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والذين لا يعلمون في هذه الآية هم مشرك العرب فكل أمة تدعي لنفسها الكمال وتمدح نفسها بالكذب والزور والبهتان والباطل لكن الذي يشهد بخيرية هذه الأمة ربنا جل وعلا ونبينا صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدة وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعير الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت قومك فيقول نعم فيدعى قومه ويسأل قوم نوح هل بلغكم نوح فيقولون لا ما أتان من نذير وما أتان من أحد فيقول الله جل وعلا لنوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام من يشهد لك يا نوح أي من يشهد لك أنك بلغت قومك فيقول نوح يشهد لي محمد وأمته قال صلى الله عليه وسلم فتدعونه فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم وذلك قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدة ثم قال بأبي وأمي وروحي والوسط العدل بل وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم عُرِضَت عليَّ الأمم وفي رواية الترمذي بسند حسن أن هذا العرض كان ليلة الإسراء والمعراج قال عُرِضَت عليَّ الأمم فرأيت النبي ومعه الرهد ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان ورأيت النبي وليس معه أحد قال فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق قال فنظرت فإذا سوادٌ عظيم ثم قيل لي انظر إلى الأفق الآخر قال فنظرت فإذا سوادٌ عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حسابٍ ولا عذاب إلى آخر الحديث فأمة النبي صلى الله عليه وسلم خير أمة وأطهر أمة وأشرف أمة وخيرية الأمة خيرية مشهودٌ بها من الله جل وعلا ومن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم إنها خيريةٌ مستمدةٌ من تحويل هذه الأمة هذا الدينة إلى واقعٍ عملي وإلى منهج حياة فخيرية الأمة ليست اعتباطاً وإنما هي خيريةٌ مستمدةٌ من تحويل هذه الأمة لهذا المنهج الرباني والنبوي إلى واقعٍ عملي وإلى منهج حياة قد يتألم كثيرٌ من شبابنا من هذا الطرح ويتألم كثيرٌ من أولادنا وبناتنا ويقولون اتق الله أيها الشيخ أين خيرية هذه الأمة التي تتحدث عنها أين خيرية الأمة وقد صارت الأمة الآن قصعةً مستباحةً لأذل أمم الأرض وأصبحت قصعةً مستباحةً للقاص قبل الداني وللذليل قبل العزيز وللضعيف قبل القوي وحق وحق فيها قول الصادق كما في مسند أحمد وسند الترمذي بسندٍ صحيحٍ من حديث ثوبان يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أَوَ مِن قِلَّةٍ نَحْنِ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قال كلا ولكنكم يومئذٍ كثير ولكن غثاءٌ كغثاء السيل وليشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن قيل ما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت أين خيرية هذه الأمة التي أصبحت الآن غثاءً من النفايات البشرية تعيش على ضفاف مجرى الحياة الإنسانية كدول بل كدويلات متناثرة متصارعة متحاربة تفصل بينها حدودٌ جغرافيةٌ مصطنعة ونعراتٌ قوميةٌ جاهلية وترفرف على سمائها رايات القومية والوطنية وتحكمها قوانين الغرب العلمانية إلا من رحم رب البرية وتدور بها الدوامات السياسية فلا تملك الأمة نفسها عن الدوران بل ولا تختار لنفسها حتى المكان الذي ستدور فيه أيها الشيخ اتق الله أين خيرية الأمة التي ذلت بعد عزة وضعفت بعد قوة وجهلت بعد علم وأصبحت في ذيل القافلة البشرية وتأتي وراء الركب ببعيد بعد أن كانت بالأمس القريب كما ذكرت الآن تقود القافلة البشرية كلها بجدارةٍ واقتدار أين خيرية الأمة التي تتأرجح الآن في سيرها بل ولا تعرف طريقها الذي يجب عليها أن تسلكه وأن تسير فيه بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب الدليل الحاذق الأرب في الدروب المتشابكة والصحراء المهلكة التي لا يهتدي للسير فيها إلا الأدلاء المجربون أين خيرية الأمة التي أصبحت تتسول الآن على موائد الفكر الإنساني والعلمي والطبي والعسكري بل والذري والكيميائي والجولوجي والاقتصادي بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب منارةً مشرقة تهدي الحيارة والتائهين ممن أحرقهم لفح الهاجرة القاتل وأرهقهم طول المشي في التيه والظلام أسئلة كثيرة يطرحها شبابنا وأولادنا علينا في أي مكان ذهبنا إليه أين العزة؟ أين المصرة؟ أين الكرامة؟ أين الاستخلاف؟ أين التمكين؟ أين وأين وأين؟ بل قد استوقفني رجل في مطار من المطارات وقال لي والله بهذه الكلمات يا شيخ محمد قلت نعم قال لربنا ظالم قلت أعوذ بالله ماذا تقول؟ قال بألك ربنا ظالم قلت أعوذ بالله ليه قال ألا يرى هذه الدماء التي سفكت في غزة؟ ألا يرى هذه الأشلاء التي مزقت في أرض فلسطين؟ ألا يرى ما يحدث على أرض العراق وعلى أرض أفغانستان؟ وما يحدث الآن في السودان وما يحدث في الصومال وما يحدث في كل مكان قلت سبحان الله هذا لا يحتاج إلى دليل من القرآن ولن أقنعه بذليل من السنة وإنما قلت له أين تعمل؟ قال في المكان الفلاني قلت لو أن شركة البطرول الفلانية قد صرفت مكافأة هذا العام لموظفيها وعمالها ولم تصرف لك أنت مكافأة أتغضب؟ قال لا أغضب ليه قلت له ما تغضبش ليه ألا أننا مش شغال فيها عشان تعطيني مكافأة قلت له أنت مش شغال لربنا عشان ربنا ينصرك فوقف قال صحيح والله قلت له أنت صدقتني في السؤال أصدقني في الجواب هل صليت الفجر اليوم في جماعة؟ قال لا هل تحافظ على الصلوات الخمس؟ قال لا هل تأكل الحلالة وتترك الربة؟ ألا والله هل زوجتك محجبة وأبناتك محجبات؟ أم أن بناتك يخرجن إلى الجامعة بالبنطال والبضي؟ قال الله وأنت شفتهم؟ قلت أنا أسألك هل نستحق النصرة؟ ألا والله فأنا لا أوافق شبابنا ولا أولادنا ممن يجردون الأمة الآن من خيريتها بهذا الطرح وأنا أقره أنا أقر هذا الواقع الذي تحدثت عنه الآن على ألسنة شبابنا المتحمسين الغيورين المخلصين ومع ذلك أقول بملء فمي وأعلى صوتي مع هذا الواقع الذي أعرفه ولا أجهله بفضل الله جل وعلا أقول مرة ثانية كانت أمة النبي صلى الله عليه وسلم ولا زالت وستظل خير أمة أخرجت للناس وإذا أردتم أن تقفوا على هذه الحقيقة فانظروا الآن إلى أمم الأرض كلها وإلى واقع البشرية لتعلموا يقيناً أنه لا يوجد على ظهر الأرض الآن أمة توحد الله إلا أمة رسول الله أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم؟ كيف تحكمون؟ أفمن كان مؤمنة كمن كان فاسقة لا يستوون أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار لا يا أخي لا تغتر بهذه الحضارة المادية الزائفة أنا لا أنكر أن الحضارة الغربية قد وصلت إلى أروع ما وصلت إليه الآن في جانب العلم لا أنكر ذلك ولكن ما قيمة حضارة تقوم على هذا الشق المادي في الوقت الذي تسفك فيه الدماء وتمزق فيه الأشلاء باسم الحرية وباسم الديمقراطية ويروج لذلك إعلامهم الذي أسميه إعلام أبي لمعة الفشار الذي يحول الحقائق الذي يجعل الفشار كالخيار ويجعل الأبرار كالفجار ويجعل الأشرار كالأخيار ولكن هيهات هيهات شتان شتان بين النور والنار وبين الليل والنهار وأصبح الناس بفضل الله الآن ثم بفضل هذه الفضائيات التي نقلت الصورة كاملة أصبح الناس يعرفون الحقيقة ولم تعد تنطلي هذه الأكاذيب وهذه للدعاءات على العقلاء وما أكثرهم في العالم بصفة عامة وفي أمة النبي صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة نعم أيها الأفاضل الأيام دول أعترف أن أمتنا الآن تمر بمرحلة من مراحل الضعف والله جل وعلا يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس فكما أن الأمة تمر بمرحلة من مراحل الضعف الآن فلطالما مرت الأمة بكثير من مراحل العز والتمكين فلما هذا الإرجاف ولما هذا اليأس ولما هذا الطرح ولما هذا القنوط لأن أعداءنا يريدون لأمتنا أن تصاب بأخطر ألوان الهزيمة ألوها الهزيمة النفسية لأن المهزوم نفسيا مشلول الفكر والحركة لا يستطيع أن يخطو على الطريق خطوة ليغير من واقعه وقد حذرنا سيدنا رسول الله من هذه النفسية المهزومة تحذيرا نبوي واضحا كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم والضم أشهر كما قال النووي فهو أهلكهم أي هو أشد الناس هلاكة أو فهو أهلكهم أي هو الذي حكم عليهم بالهلاك وليس كذلك لكن السؤال الذي يجب أن يطرح ما السبيل ما السبيل للخروج من هذه الأزمة الطاحنة من هذا الواقع المر الأليم وفي نقاط محددة حتى لا أطيل على حضراتكم أولا الخطة العملية الأولى إسقاط لافتات الضرار إسقاط لافتات الضرار إسقاط اللافتات الكاذبة والشعارات الخادعة المضللة التي طالما توارى بها أعداء الدين وواروا بها سوآتهم المغلظة قال جل وعلا فمن يكفر بالطاغوط ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لنفصام لها لاحظ أخي الحبيب وأخت الفاضلة أن الله جل وتعالى قدم الكفر بالطاغوط على الإيمان به فقال فمن يكفر بالطاغوط ويؤمن بالله لأنه لا يمكن أبدا أن يستقر الإيمان بالطاغوط ومع الإيمان بالله في قلب واحد وإنما لابد من التخلية قبل التحلية وحالة الغبش التي تحياها أمتنا الآن لا يمكن على الإطلاق إلى هذه اللحظة لا يمكن أبدا أن نظل بعيدين عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا ونحن نتصور أن السياسة لا علاقة لها بالدين بدعوى أنه لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة طرح مختل فما بعث الله الأنبياء والرسل بهذه الشريعة المحكمة إلا ليسوس أقوامهم ما أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين وبهذا القرآن إلا ليقيم به أمة طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشاه ما أنزل الله القرآن ليقرأ على الأموات أو ليتحلي به النساء صدورهن أو لتزين به الجدران أو ليوضع في علب القطيفة الفخمة الضخمة ليهدى لسادة القوم وعلية الناس في المناسبات الرسمية والأعياد الوطنية وإنما أنزل رب البرية هذا القرآن على سيد البشرية ليقيم به أمة ليحقق به التوحيد ليعبد به الخلق للحق تبارك وتعالى نعم أيها الأفاضل لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فلا بد من أن تخرج الأمة من حالة الغبش العقدي والتعبدي والفكري والأخلاقي والسلوكي والتعليمي والإعلامي والتربوي والاقتصادي والثقافي والعسكري إلى غير ذلك حالة الغبش التي تحياها الأمة الآن لن تمكن الأمة قط ولن تنصر لله ديناً أبدا فلا بد من إسقاط الشعارات الخادعة واللافتات المضللة التي أسميها بلافتات الضرار ليتمايز الناس إلى فريقين فريق إيمان لا نفاق فيه وفريق نفاق لا إيمان فيه نعم لا بد من التمايز الآن ثانياً بإجازٍ شديدٍ جداً الاعتصام بالله وتحقيق الإيمان جربت الأمة أن تعتصم بالشرق وجربت الأمة أن تعتصم بالغرب فذلت وهانت وآن لها أن تعتصم بالله جل وعلا وحده قال تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم الآية الاعتصام بالله سبيل النجاح طريق النجاح لا بد أن نعتصم بالله إذ لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه لا مستقبل لهذه الأمة إلا إذا عادت واعتصمت بالله واعتصمت بكتاب الله وبمنهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه روى الإمام البخاري من حديث البراء بن عازب لما انتهت معركة أحد اقترب أبو سفيان من معسكر المسلمين ونادى وقال أفي القوم محمد فقال النبي لا تجيبوه ما تردوش عليه فكررها أبو سفيان ثلاثاً فلما لم يجيبه أحد اطمأن إلى أن النبي قتل فنادى أبو سفيان ثانية أفي القوم ابن أبي قحافة فقال النبي لا تجيبوه فكررها ثلاثاً فلما لم يجيبه أحد اطمأن إلى أن الصديق هو الآخر قتل فقال أبو سفيان أفل قوم ابن الخطاب فقال النبي لا تجيبوه فكررها ثلاثة فلما لم يجيب واحد اطمأن إلى أن عمر هو الآخر قد قتل فقام أبو سفيان يرتجز ويقول أعلو هبل أعلو هبل ينادي على اسم إله مكذوب من آلهتهم الباطلة وهنا لم يتحمل النبي هذا المساس بالعقيدة وإنما قال للصحابة ألا تجيبوه رد عليه لاحظ أنه من لحظات كان يقول بأبي وأمي وروحي لا تجيبوه لأن القضية كانت متعلقة بالأشخاص ولو كانت بشخصه صلى الله عليه وسلم لكنها في هذه المرة تتعلق برب العزة تتعلق بالعقيدة تتعلق بالتوحيد تتعلق بالدين قال ألا تجيبوه يقول أبو سفيان أعلو هبل فقال رد عليه قال وما نقول يا رسول الله قال قولوا الله أعلى وأجل الله أعلى وأجل فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم فقال النبي ألا تجيبونه قال وما نقول يا رسول الله قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم الاعتصام بالله وتحقيق الإيمان أنا أقول بملء فمي ورب الكعبة لن تنصر الأمة ولن تمكن ولن تعز ولن تستخلف إلا إذا حققت الإيمان فتحقيق الإيمان الخطوة العملية الأولى على طريق النصر والعزة والكرامة فالإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم الإيمان يا أحبابي ليس كلمة ترددها الألسنة فحسب بل الإيمان عند أهل السنة قول واعتقاد وعمل قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ترجم الإمام البخاري في كتاب الإيمان بابا بعنوان باب الإيمان قول وعمل يزيد وينقص لا أريد أن أطيل لأن الوقت أزف على الانتهاء تحقيق الإيمان ثالثا تصحيح ما فسد وعوج من الأخلاق إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذابت أخلاقهم ذهبوا لابد من الخروج من حالة النفاق العملي التي نحياها الآن بهذه الهوة الرهيبة بين أقوالنا وأفعالنا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون رابعا أيها الأفاضل تحقيق الأخوة الإيمانية انبذوا العصبية وانبذوا الفرقة وامتفلوا أمر الله ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وامتفلوا أمر الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واحذروا من قول الله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء ولا بد أيضا من الإعداد الإيماني والتعبدي والأخلاقي والسلوكي والإعلامي والعسكري والاقتصادي والتربوي ثم الإبداع في مجالات الحياة يكاد قلبي أن ينزف حينما أرى أقل قطعة غيار لسيارة أو حتى لدراجة لا زالت الأمة تستوردها من الخارج لماذا لا يبدع شبابنا لماذا لا تصنع أمتنا أمتنا لن تكون كلمتها من رأسها إلا إذا كانت لقمتها من فأسها أمة لا زالت تستورد سلاحها من يد عدوها لا يمكن أن تنصر أمة لا زالت تنتظر معونة من يد عدوها لا يمكن أن تستقل بقرارها لا بد من الإبداع يا شباب الأمة لا بد من العطاء وإن أعظم خدمة نقدمها اليوم لدين الله هي أن يشهد كل واحد فينا الإسلام شهادة عملية إبداعية إنتاجية خلقية عطائية في مكانه الذي هو فيه نحن لنريد أن تتحول الأمة كلها إلى خطباء أو إلى دعاة على المنابر وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منبر واحد ألا وهو منبر الإسلام كل في موقع إنتاجه وموطن عطائه وأخيرا أقول بملء فمه لا تقنطوا ولا تيأسوا وجددوا الثقة في وعد الله وفي وعد رسول الله فمهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه غالب فإنه زاهق ومهما انزوى الحق وضعف كأنه زائل فإنه ظاهر بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وقال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقال جل وعلا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صبح تنفس بالضياء وأشرق والصحوة الكبرى تهز البيرق وشبيبة الإسلام هذا فيلق في ساحة الأمجال يتبع فيلق وقوافل الإيمان تتخذ المدى دربا وتصنع للمحيط الزورق وما أمر هذا الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحقق هي نخلة طاب الثرى فنمى لها جذع قوي في التراب وأعذق هي في رياض قلوبنا زيتونة في جذعها غصن الكرامة أورق فجر تدفق من سيحبس نوره أرني يدا سدت علينا المشرق يا جيل صحوتنا إني أعيذك أن أرى في الصف من بعد الإخاء تمزق لك في كتاب الله فجر صادق فاتبع هداه ودعك ممن فرق لك في رسولك أسوة فهو الذي بالصدق والخلق الرفيع تخلق يا جيل صحوتنا ستبقى شامخا ولسوف تبقى باتباعك أسمقا إني لك عدت من سراب فيه تهتو وعلى وجه شضايا ندم فيه تهيئ